الرديو تسعين تسعين هواها مصر علشان كان يوم حافل جدا يوم هنا من راديو تسعين تسعين وأساسة مصر الخير علشان عملنا حاجة حلوة جدا هنعرف كل تفاصيل النهاردة وهنلف في السوق وهنعمل لقاءات وهنص هما بيحاولوا يعملوا ان هما بيعملوا بيلعب وطولة بس انا واضح انهم حدش بيعرفوا يلعب انا بعرف هعلمكم دلوقتي انتو بقى عايزكم يا معاليين تركزوا معانا للساعتين دول علشان انتو كمان ليكم نصيب معانا في الجواز هيبقى في اسئلة ومسابقات وموتسكلات وحاجات وجواز وحاجات تذكرية من لقصر يلا ادخلوا دلوقتي على هاشتاج بتاعنا على تويتر كلام معلمين في لقصر او ادخلوا على فيسبوك الراديو تسعين تسعين وادخلوا على انستجرام الراديو تسعين تسعين والرسائل لا ما تبعتوش رسائل بقى خلينا على السوشال ميديا بس وهنبدش مع بعض خلينا هنتعرف بقى كده سريعا بالمعلمين اللي موجودين معانا نفر نفر سريعا يلا باشا امر خير امير وحيد تعالى قرب لي هنا عشان احنا جلنا معلم من معلمين لقصر نسلم علي الاول بس دخل علينا حالا اسم حايد ركاية خالد محمد خالد الحمد والله تماما نفسي من هنا من القصر خير اصول نفسي منور يا خالد طبت علينا امتى خيرا طبت عليك دلوقتي منور يا حبيبي اه دي خالد مورنا احنا اللي منورينك اصلا يالله بينا انا محمد شمال احمد محمد صراح معلم الهندسة احمد عزت نادا زيدان احمد محمد صراح عبدالسلائر احمد عزت اهلا وسهلا سراق بصوا يا جماعة ده ده التقام اللي عمله المهمة القومية النهارده المهمة كانت حلوة جدا أههههاولكم في العجالكدا قده عملنا ايه بس هناخد الموضوع تفصيلا نحنا النهارد روحنا قرية ايه تماما استنى ما اكل حافز اقول مركز تود نجع لنا الدفين قرية العضايسات سأفوله عشان حافظ والله سأفوله الرجل ده تايب والله حافظ الاسم عملنا ايه؟ النهارده مصر الخير وزعت كاراتين غذائية ووزعنا ايه كمان؟ لحافات؟ قايت لك وزعنا لحافات وزعوا لحافات النهارده وراحوا المعالمين وزعوا في البيوت واحنا سجلنا شوية حاجات كمان عشان عمرت الحاج رمضان وهنقول التفاصيل الكل ده ان شاء الله عمر ادينا السؤال الاولاني جاهز بالسؤال؟ جاهز يلا السؤال الاولاني علشان هنختار النهارده عشرين معلم ومعلمة هيفوزوا بهدايا هنجيبلكو بقى مكسرات ونجيبلكو طوائي بكر وجعارين ايه جعارين دي؟ هو الجعران؟ الجعران هو جزء دايما مكون من جزء؟ مكون من الجعران الجعران ده الخنفسة اسمه جعران؟ اه هو كده بس عجمة اكبر اي فاتي اي فاتي شوفت فيلم امامي؟ ما شافش فيلم اماما والله لو شفتو اخو تقرفت بقى وجعران بص يا جماعة احنا نتحدث الى ايكم تاني احنا موجودين في الأقصر احنا موجودين في شعق مطقة السوق السياحي مصحكده موجودين في قهوة حرص القهوة دي تاني سانا نكون عندهم بيستقبلونا بصراحة استقبال فوق الرائع واحنا عمللهم دوشة وازعرينا ودربكة هنا بس هتنبسطوا معانا طول الحلقة جاهز بالسؤال الأولاني عام أمر اسمعوا السؤال والإجابات يلا تنهال بسرع يلا إيه السؤال الأولاني العيد القومي لمحافظة الأقصر بيحتفلوا بإمتى العيد القومي للأقصر إمتى اللي يعرف الإجابة يدخل حالا على البيج بتاعتنا على الراديو 90 ادينا بقى الشير واللايك بتاعك لبوست الرئيسي مش لللايف بتاع الفيديو البوست الرئيسي اللي فيه صورتي وطالع مني شجر هتلاقي الصورة دي موجودة هتعمل شير واللايك للفوست وتكتب الإجابة أو تدخل على تويتر الهاشتاج على تويتر هو إيه أنا بحب الصوت المعالق هتدخل على هاشتاج مش هانا قلتلكم تعملوا كده مش متفقين قبل الله ونعمل كده متأمر واهب قلي أو قتلنا الإجابة من بره ما تعملوا يفسكم مش تميع حقا أعملوا يفسكم جالنا طب هتعرفنا بيك بقى الأول رمضان يوسف حامل صاحب مقه حرص بيك عام رمضان نعم بيك احنا دي تاني سنة معاك احنا مرحب بيك ايه الأخبار زي الفل الحمد لله وانت طيب يا رجلة طيب وانت طيب احنا بنعمل تسويق عندينا في هلتر لقصر على اليوم العيد ده وبنعمل حفلة كبيرة بندعي فيها اللي يروح بفلوس مخفضة كمان احنا هنيجي احنا هنيجي طب احنا هنسأل السؤال تاني و هنعمل ان انت ما قلتش الإجابة يعني انت وسيلة مساعدة بس هنعديها يعني اسألهم انت السؤال بقى عام رمضان اسألهم ايه العيد القومي العيد القومي لمدينة اللقصر امتى هنجبلكم كبيرة شيء هدية من عام رمضان احنا رجال يا معلمين الهاشتاج على تويتر حالا كلام معلمين في القصر فيسبوك راديو 9090 انستجرام راديو 9090 ويلا هم نبتدي هنا هنغني اغنية كده مع بعض دندن اغنية عمر كان هيغني معي يلا الاغنية بتاعت يلا بينا تعالوا قربوا كده تقربوا كده بصوا اللي هتسمعوه ده يعني الحاجات دي ما تطلعش برا تعال يا خالد جنبنا يا خالد يا جماعة دموا دموا هات خالد يلا يا عمر واحد اتنين تلاتة عايزكم تسلموا علينا بقى واهل القصر اللي سمعيننا يجوا عايزين كل اهل القصر هنا يلا يلا كلهم شجع بس واحد اتنين تلاتة انت بتساعد قبل بتغني عشان عارف ان الابعد الهولم يلا يلا بينا تعالوا سيب اليوم تحالوا وكل واحد مننا يركب حصنا خيالوا يه يه دي ما تبغى ويه دي ما تبغى علشان علشان دا سيبغي الجلود . يا وردة في الصحبة يا لالالي ومنورين في القادة تملي يا صاحبة جية يا لالالي عايزين شوية يا لالالي حاجة مين اللي هي يا لالالي حبة قط علي 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 والليلة الكبيرة يا عمي ده ميكس ميكس السبت يا لالالي حالا بالا اه طب احنا هنروح فاصلة عشان كده رمضان دخل يلا يا معلمين خليكم معنا احنا مكملين لحد ساعة اتنين دلوقتي هنروح نسمع راني معنا على الميكسر تحية لك عم راني 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 حبيبة راني واللمسات الفنية واللمسات الإذاعية السحيرة من راني راني ساقف الراني عم ساقف الراني طبعا راني مبسوط راني ممكن يمد الحلقة لساعة خمسة دلوقتي يلا هنروح نسمع اغنيتين حلوين كده ونرجع هنبتدي بقى نعمل لقاءات جوه السوق بتاع القصر السوق السياحي علشان ندردش مع الناس اللي هنا علشان نعرفكم قد ايه الناس الجميلة اهلينا في القصر ناس فوق راسنا فاصل ونعود من جديد سلام عليكم واقعا ونعود من جديد راجعنا تاني احلى معلمين في الدنيا كلام معلمين النهاردة احنا موجودين في القصر موجودين في القصر بلدنا واحلى بلد في الدنيا وجايين هنا علشان زي ما احنا جايين مع مؤسسة مصر الخير علشان نعمل حاجة إيجابية ونساعد في موضوع كاراتين الشتاء ومساعدة القصر احنا جايين كمان عشان اهلي القصر يستهلوا ان احنا نيجي ونشجع السياحة ونقول كلنا لازم نيجي القصر في الايام الحلوة دي انا موجود في محل نفرتاري وانا بعمل له اعلان عشان كل الناس يجيلوا بصراحة اعرفني بيك يا صديقي استاذ محمود استاذ محمود استاذ محمود زكى حودة الله يبركلك عندك كم سنة حودة 32 ان شاء الله شكلك اظهر نمسك الخشب نقصر الله يبركلك عاد الله يبركلك قولي بقى انت فتح المحل ده بقى لك قد ايه والله انا شغال مع صاحبه وراجل من الوست من النيم الغرب اقالكوا قد ايه شغالين فيه هو بتاع 30 سنة مسلا شاء الله شاء الله المحل انا شايف ان هو عبارة عن كل ما هو متعلق بالقماش شيلان ولينا فترة معتمدين على الشغل اللي هو المحلي اه صناعات بلدنا اه الشغل اللي هو الهندلوم شغل يدوي نول الله عليك الله عليك بيعجب بيها المصري بيعجب بها الانيابي فمش كل الناس بتبقى فهم انه هو شغل ده شغل يدوي مستشارين دكتور اللي هو فهم انه هو الشغل اللي يعني بيبقى نضيف مع الغسيل مش بيوبر بيبقى المتيريال حاجة كويسة بالبلد كده انت عندك عبايات وعندك يقول عليه شربط شيلان وماش خيامية بتاع رمضان واضح ان انت بدأت تستعد الرمضان اهو الله يبركنا رمضان يا بي الله اللي بقى وماش الخيامية بقى اسعاره والوانه علشان خلي المعلمين الاقصر يجوا يشتروا من هنا من فرتاري حالا يعني اللي انت ممكن تقفل دلوقتي يجوا بكرة الصبح امرك تحت امرك تحت امر الناس كلها والله نورتونا مع الباشر اللي بقى الوانه ايه وماش الخيامية بتاع رمضان جماش رمضان كل سنوان طيبين هو عبارة عن بيبقى خامتين في خامة بتبقى خفيفة في خامة بتبقى اتجال اللي هي انضف يعني كويسة في الخام حتى لو في الغزيل بتبقى كويسة المتر خمسة وثلاثين التوب بقى يعني ممكن لوحد عايز ياخد توب على بعضه بقى مثلا كل موجودة باشر المتر بقى ايه سوى خلاص طيب الوانه ايه اي انا شايف في الوان جديدة غير اللي انا متعود انا سألواحد عارف الازرق والاحمر ما شاء الله انا شايف الوان عندك مختلفة بيبقى في جري بيبقى في لون زهري نبيتي بيبقى في الوان كل يوم في شغل جديد الحمد الله قولي بقى دلوقتي انا وانا نزل في المطار انا شفت حركة سياح بصراحة فانا كل شوية بس انت عارف لوحد عايز يطمن فبقى ناس تقولي لا والله لسه شوية محتاجة شوية وناس تقولي لا احنا كده احسن من الاول ده السياحة بدأت تتحرك واحدة واحدة وان شاء الله تكون احسن في الفترة اللي جاية انت شايف ايه ان شاء الله طالما في استقرار مفيش اي ضربات وفيش اي جلج بيبقى الزوون يقولك المكان ده سيف فبيطر ياجي ويتفسح ويشوف في مثلا ان السياحة بتبقى نوعين مقسمة ان في سياحة ثقافية بتبقى فريسي شرم غرد ده جمال سعلم وفي سياحة ثقافية سعلم بقى الشعب المرجانية بقى والحاجات الحلوة الجميلة اللي هناك في ووتشار هناك بقى امر اللهم اللهم لا موانع في ووتشار هناك بلد للسانيون مفيش زبون بيقولي مفيش استرس مفيش هاصل اما فلوكسور هنا الحمد لله بفضل الله عز وجل عندنا جنسيات كويسة بتنزل المان بلجيك فرنسوين انا شايف يابانيين برضو صح؟ اما ان فيه زبون ياباني بيبقى فيه خير ليه؟ لانه اغلى تأمين زبون الزبون الياباني اريدي هو خواف جدا يعني ما يقدمش على سفر لبلد الا ما يبقى زي ما قولوا حاطس بطل بطيخ الصيفي كده؟ زي وزي الامريكاني بينزل معي الاردي بينزل مع حرس الامريكاني او اللي مفتر بنشوف الزباني اسرائيليين مش ممنعين بيبقى معهم حرس بس كويس ان هو فيه زبون نازل يعني حاليا انا عندي شهر اربعة افضل من شهر اثين وشهر واحد يعني خلينا اسألك السنة دي اعتبر كده نقدر نقول احسن من السنة اللي فاتت؟ بفضل الله عز وجل فيه مؤشرات خير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عشان من المولى عز وجل انه ربنا يكرمنا وانا كريم وربنا يوسع عليك ويفتح عليك من وسع محتاجين اي اعانات محتاجين ان احنا نشجة محتاجين بفضل الله عز وجل يرزوجنا نعمة الامن والامان وان شاء الله وان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله نتمنى ونسأل الله عز وجل العيشة الكويسة ويرجع وقولها لك ثانية حضرتك مش عاوزين اعانات طيب انا هلو اقولك بقى اهالي مصر اهالي بقى الجمهورية كلهم بقى يعني اللي انت بتشجعهم ان هم يجوا الاصر تقولهم يجوا هنا ايه الحاجة اللي هيستمتعوا بيها في الاصر اول حاجة الجو الدافي عندنا بسم الله بسم الله ما شاء الله اهالي اتعرف يعني انا جاي و جايب معاي شتوي بس مش محتاجه خالص جو حلوة اوي والله بما يرد الله احنا ما عندناش الشتب بما يرد الله بنسجع شهر تلابس صيفي اصلا يا معلم تلابس بنص كمه واحنا الساعة 10 بالليل شهر اثنين واحنا بمصيفين من شهر اثنين اللي فات بيعز السجعة جاتنا موجة احنا وردي مش يعني مش بنعز ان الصيفي ياجي بسرعة بينهم معاي الشلان ما هو هيجي هنا مش هاخدش لان هو هيجي هنا عاي الصيفي على طول طب ايه بقى المعالم السياحية انا كواحد بيسمعك دلوقتي من مستمعي القاهرة بقى او الغربية المنوفية يجي الاقصر يسأل على ايه المناطق السياحية الحلوة اللي انت تشجعوا انه يجي زورها قردي بيبجي عندنا الوست بانك ده يعني مقابر وفي حفش بسوت ورمسيس وحفش بسوت سوري وبيعجي في لوكسور هنا في الاست او في الشرج في ماتحف التحنيت في عندنا معباد لوكسور ومعباد الكارنك طبعا كان سوق الدهب زمان في الكارنك ففي كذا بليس يبجى للفرجة او الاستمتاع سيد انا بتمنى لك يا رب يفتح عليك ويوسع عليك الرزق كده انت متجوز ولا لسه معايا يوسف ان شاء الله عنده قد ايه يوسف؟ يبارك ويجعل وشه حلو كده وتخويه قريب ان شاء الله في الطريق طيب ان شاء الله يوسف واخته او اخوه ان شاء الله اللهم الامان يا رب يا رب يا رب عاوزين صلاحان الحال والله انا قلت اخوه اكررها لك ثاني مش محتاجين اعنات والله بقبض بنا اغتشون اجتمعية ان انا مش شغال ورقل معايا وشاتر 5% بس اقسم بايات الله مش محتاجين اي اعنات محتاجين زبون عاوزين نشتغل الرئيس بناشد ساعة الرئيس عبد الفتاح السيسي محتاجين شغل عاوزين نشغل عاوزين نشغل عاوزين نعمل انتاج بول الله الحمد عندي شلان شغل نول ستات بتعملها عاوزين بسم الله ما شاء الله بتطلع معارض دولية في برلين وفي بلجيكا وفي كذا دولة اوروبية انا بشكرك وكل سنة انت طيب وربنا يجعلها يمرز كبير عليك ارزقنا ربنا الرضا ان شاء الله ارزقنا ربنا الرضا باشا تحت امرك تحت امرك خلاص معلمين انت عرفته بقى هتيجو هنا على طول عشان تيجو هنا للرجل الطيب ده وهو مستنيك الشيخ ابو يوسف ابو يوسف على سنه رمح طيب اول ثلاثة معلمين هنحييهم بقى علشان هم اللي كسبوا الهدايا معانا من الحاجات اللي هنجبها له من لقصر شروق محمد وعمر اسامة واي عادل شروق محمد وعمر اسامة واي عادل وتعالوا نقول السؤال التاني بقى هنقول الاجابة 4 نوفمبر تمام السؤال التاني يا عم عمر عمر هيقول لنا السؤال التاني بس ما تحرقوش يا ابو يوسف لم نسأل اسئلة عنكم فمازل حرقش السؤال عشان الجواز كتير وهناخد على فكرة جواز من عندك من هنا فجهز لي كده بقرا الصبح كده عادي عليك شوية شيلا لل للبنات اللي قاه رياد بعشي وماشي خيامية عشان يشوف رمضان حبيبي حبيبي السؤال التاني ايه؟ متحفين موجودين به القصر كم متحفين موجودين في القصر كم متحفين الابط وأهيد موجودين في القصر كم إذا هم اكرمه تقم انهم ادخل لاتواتر ello radiu 9090 اكرمه ك لا! هزعل! والله العظيم هزعل! لو ما عرفت! هو بيوشوشك هو! يقول لك محمد رضا! محمد رضا مين؟ محمد رضا مكنتش بيغني! لا زوي! ايوه! بقى! ايوه! خمسة موابع! ساقفة يا جماعة! ساقفة للراجل! ساقفة للراجل! غششوه بس بعد ما تحب! ربنا يا خليك يا حبيبي! كل سنة وتطيب! ربنا خليك! شربنا! احنا عديف القهوة لجنبك! قهوة حورص! حبيبي! هليكنتوا بقى اسمعوا لقصر بلدنا ونرجع لكو تجيب! لسه مكملين معاكو كلام معلمين على إذاعة كرقم واحد الراديو تسعين سعين! كلام معلمين دايما مع مؤسسة مصر الخير تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية! واحنا موجودين في القصر! بنتكلم معاكو دلوقتي من القصر تحديدا! ومن السوق السياحي في القصر! ومفكركم ان احنا موجودين مع مؤسسة مصر الخير! علشان كنا النهاردة في بداية توزيع الحاجات على المستحقين من أهالي السيوت! وبكرة في جولة تانية ان شاء الله في المدارس المجتمعية! ومعنا مجموعة من المعلمين! لكن احنا حبينا نلف في السوق السياحي! نكلم أهل القصر! ندردش معاهم! نسلم عليهم! نقرب منهم كده! ونعرف الحاجات الحلوة اللي عندهم! محلات العطارة راحتها حلوة! تبقى ماشي كده تجيبك من أي مكان زي ما بيقولوا! فمحل النوبي للعطارة في السوق السياحي! صح كده! في القصر! زكا حودة! الحمد لله! سلام علي صوتك! بزمتك ينفع راجل بتاع عطارة! وصوته يبقى رايح! نهاردة بس! ينفع! ينفع! بص انا اصلا السؤال ده مجهزون لك من اول ملوتك! ينفع واحد بتاع عطارة صوته يبقى رايح! بقى كده كان معي فرح ابن عم! وزي ما انتعرف! انت بتغني بقى! اه! جنيت ايه في الفرح؟ انا انا كتير! هم اللي بغن نشو يغني انا بس اكبر بس! محمود اه! المحلة ده عمره قد ايه? انت بتحسن! نهارد! يعني من سنة كم مثلا! من خانينات مثلا! خمسينات! يه! ما شاء الله! ما شاء الله! اسمه الشارع! اسمه شارع البكة! اه! عبدالحميل سعوت! اه! فمن بدا كان سوق الأول من السياحة كان سوق شعبي فما دينا التطورات فالسياحة بجوة عندنا فجلبنا كان أساس جزار فجلبنا عطارة العطارة بتكسب أكثر ولا الجزارة أكثر؟ رزقها عند رباه يا عم انت بتخبي قولي يا عم ولا يهمك مش هنحسد مش هنحسد مش في الجزارة أنا مش غلط مش في الجزارة بس اللحم السوق الطلب عليها أكبر حقيقة أكيدة بس رفعة بس أنا بنتبل بالتوابل تعال بقى عايزك تعرفني على التوابل هنتمشينا وانت كده سوا تعال بينا هنمسك يعني تبولة تبولة احنا هنا ده عشان الناس سمعانا مش شايفانا ده نعنعناشف صحي كده؟ نعنعناشف ده بيتباع بالكيلو ألا بكيلو كيلو بستين تحتو كسبرة كسبرة دي بتتباع بالكيلو برده كيلو بكامل تلاتين يلا يا ستات البيوت اللي سمعانا تعرفوا الأسعار وتيجوا هنا محل النوبي في القصر تشتروا منه جنبها ده ايه؟ ده كامون بس مش مطحوم لا صح حاصة ده كيلو بخمسة وتسعية والله في ايه دكوركم ده بهارات سمك بهارات سمك خلطة سمك خلطة سمك ما عبارة عن ايه خلطة سمك عم حمود؟ كسبرة نشفة كامون ورق لوري جنزبيل زحتر توم مجفف توم مجفف يا حزني كل ده في السمكة ايوه تعال 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 ده شطة ده فلفل ولا شطة شطة بس نشفة اه شطة سوداني بس بس ده صغنطة قوي ده صغير قوي ايوه شطة السوداني المعروض فرون صغيرة هي شطة السوداني سوداني اه بتجيبوها ازاي بقى بتصوردوها ازاي اسمها سوداني هي من عندنا اه اسمها سوداني اه كيلوب كان بقى؟ الكيلوب سبعين بس دي طبعا حرقة مهلكة نار 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 يا حبيبي نار فوقيها ايه يا معلم؟ بحرات لحمة بحرات لحمة طب تعال انكمل بحرات اللحمة كيلوب كامل؟ كيلوب من جنيه مش مهم هي يعني هي اللحمة غالية وبحراتها غالية عم ينفع كده عم نوبي غليل غالي خضي يا غالي والله أنت اللهم غالي ده فلفل كيلوب كامل؟ كيلوب كامل؟ من نأخدوم المطحونrée عظمين؟ جنزبيل هذا ليس هاكل عظمية لا جنزبيل هل يبقى هذا المطحون؟ اه هناك منه المطحون اه احنا بناخده المطحون اللي بودرة لكن هذا عامل مثل هاكل العظمية لا ده الجنزبيل الحاصل اه وده ياه تبصوا صوت الجنزبيل اه صوت اللي انت سمعينه ده صوت الجنزبيل ده بقى ده ارفة اه الارفة دي بقى اللي هي صواء العدان اه كيلو كامل كيلو 110 ده بقى بقى شفت بقى انا كنت جاي النهاردة اقول لك انا عايز اخد السوداني الاسواني خلصتو النبي ده ينفع اه مالوش نزك اه بكامل كيلو بقى ده الكيلو بخمسة وثلاثين بس حلو اقول طعم حلو اه جميع اه جميع مدوقني تاني كده اه يا جماعة ممتاز ممتاز طب استنى اه كلهم كلهم على بقى واحد استنى بس استنى علي عشانا باكل واحد بكم الكيلو بكم بخمسة وثلاثين اه مالو بيتزرع هنا بيتزرع هنا وثلاثين ده احنا من السوداني بقى الفول السوداني للحدانة بالزبط ليه بقى واللونه اغمع سر المهن عندين احنا اه وهو ليه اللونه اغمع احنا عارضين بالحماص وفل تحت الرمل تحت الرمل لا احكي ليه بقى التحميش ازاي تحت الرمل رملة من تحته ورملة من فوقي بياخد وقت سوى درجة حرارة معينة دعالها يخلصو لك الفول السوداني ده انا ايه ده تنزمين وبيقولوكم باسم الهاري بطل يلا كفاية كفاية واحدة بس واحدة بس ايه كفاية انت كمالة احكد واحدة بس واحدة شكرا نحنين شايف كله 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 جميل والله جميل بيتعامل تاني وبتقولي تحت الرمل تحت الرملة بتعمز تحت الرملة لشان كده طعمه احنا من الفول السوداني اللي في المحلات العاجية طبعا ماشي تعال نكمل جولتنا ايه. أيه القاور دي ده كركدا ده كركدا ده كركدا باللوزة اللوزة اه الكركدا والولئة السالمة والبكل لل speed والمرئة عندكم مختلفة عندنا بيقى بغلنا قدمة ولحته بوحشة طعم gigantic ايه صح طيب. ماهي القاور دي ده ذ써ят تمر هندي ي esseサètم سن ودافرا ذلك لين عندكو قاور احنا عندنا بيبقى قالب كده لا احنا عندنا البيور بتاعه اه اه ده عمل يا جماعة كورة كورة يعني كورة وفيه منه قرون لو فيه كاميرا كلنا هرانا احنا بنجيب بقى اللي هو القالب اللي عمل ذا الطورة عشان خالدها شركة لكن انت شايف انه هو لما نجي تنجيب التمر الهندي الكور ده احسن اه افضل طازة وبيديك كمية اكتر ورخيص شكرا عندك بقى ايه بقى بتبيع شوكولاتات بقى تقريبا ايش اسمها ولوو خلاص مش عايزة هرف طيب انت بتبيع كمان فوانيس ده انت رجل كل حاجة عندها ايوه مش لازم عشان الشهر الكريم بق وحاجات نحاسة اهو كمان متزين الشقة لا لا ده يا جماعة اهل القصر كلهم يجوا هنا قولي العنوان بالزبط يا عمى محمول شارع السوق السياحي السوق القديم اول ما تنزل اول محل على قد كلمين محل النوبي محل النوبي انت متجاوز يا حودا ربنا يكرمني ان شاء الله متكلمين عليك متكلمين عليك ان شاء الله تتجاوز واحدة هنا من اهل البلد الحلوين اللي زائع ان شاء الله احنا هنفكركم السؤال تاني في مدحفين في لقصر اسمقهم ايه الاجابة حالا يا معلمين على الفيسبوك الراديو 9090 اعمل شار ولايك لبوست بسرعة عشان تفوز معانا بهدايا هنا اجابها لكم معانا من لقصر او تدخل على تويتر الهاشتاج وكلام معلمين في لقصر دي الحاجات اللي هتجاوب عليها بص اه قول اول حرف من كل اسم مدحف المدحف الاولان اسمه اين اول حرف اما اتنين واحد انتب قول التنين واحد التنين واحد ايه ومدحف هم دي المدحف خلاص فهمتك 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 خلاص وصلت 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 طيب خلاص احنا نروح فوصل بقى ونرجع نسمع بنت بلادي عايزين اجاوزك واحدة من بنت بلادك شاء الله ماشي ماشي عام الف ممروك مقدما نبارك فيك ولازلنا مستمرين يا معلمين في كلام معلمين في القصر احنا موجودين في القصر حالا صهرة كده من كلام معلمين الراديو 9090 ابتداء من صباح النهاردة اليوم اللي خلاص او نقدر نقوم بارح بقى لانه خلاص اليوم خلص وقمنا بتوزيع كراتين على الاسر المستحقة بعد كده روحنا اعملنا شوية لقاءات وبعد كده قابلنا شخصية كده جميلة مش هحرقها بقى هتعرفوها فوقتها بقى خلال شهرين من دلوقتي هتعرفو كمان بكرة ان شاء الله عندنا جدول كمان في زيارة المدارس المجتمعية الخاصة بمؤسسة مصر الخير نهاردة وزعنا المعلمين وزعوا كراتين غذائية ووزعوا الحفة الحفة لا مش الحفة الحفة وكنا موضدين في طوريا طيب احنا ويحنا بنتجول في السوق السياحي انا مشكلتي يا جماعة ان انا الاكل اللي بيشدني ابقى ماشي كده اولا الاكل جاي اقولهم دخل بقى عشان نسلم عن الناس انا لقيت اسامة واقف بعربية سندروتشات كده معطبرة كده زك عم اسامة اخبارك ايه الحمد لله تمام ازيك وزي الصحة كده وزي الناس كلها لحواليك الله الحمد لله انت شرفتون انا في القصور واهل القصور بيرحبوا بيك القصور حلوة بيك يا برينس وانت واهلة بيها والله اقول لي اسامة انت بقى انت عبارة عن سوفر ماركت وعربية سندروتشات اه سوفر ماركت وبترينة سندروتشات هنا اه فاتح بقى لك ادي يا اسامة هو المحل من 72 جدي وبعد كده الولد بعد كده احنا استلمنا ما كامل وراسها يعني مش وراسها بتعمل سندروتشات ايه بقى يا برينس وبتشتغل من الساعة كامل الساعة كامل والله هو احنا بنشتغل من الساعة خمسة عبروصي خلي بالك عشان الدرايب السؤال ده تحس ان انا جاي حقا مش جاي طب لا بنشتغل يعني من الساعة خمسة بعد الفجر من الساعة 12 بكده بتشتغل من خمسة الفجر لحد 12 بليل يعني انا حظي حلو ان انا الحقتك من الحقتين احنا بنقص السلام طب قول لي لا انا اللي حظي حلو ايه يا جبر بخطري بكلمة يا عم نورتون انت والله قول ايدي حاجة لا انت ونورتون انت شغل طب بقول لك ايه اه انت بقى زبونك مين اه زبونك مثلا اصحاب المحلات اللي حواليك هنا ولا 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 الناس اللي بتيجي زي حالتنا كده يزوروا ويشتروا حاجات من المحلات زبونك واحنا زبوننا صاحب المكان الناس البلد زبين اللي هم المحل شغلين في المحلات اصحاب المحلات الزبون اللي بييجي بره غريب برضو فيه حاجة بتاع جيبه بينزل يأكل ويشرب وكل حاجة حلوات طب انت بص ربنا رزق لوقتي باربع زبين ما شاء الله يعني بصوا فيهم واحد زي حالتي يأكل سندوتش واحد وخلاص يعني على قد يعني لكن في بص فيه تلات تيران واقفين قدامهم والله يا العظيم لو دخلوا عليها يأكلوها بحديدها لا يأكلوا بالهن والشف لا ما تقولش قوي كده يعني اشتري مني وانت ان شاء الله الاكل هيعجبك طب يلا يلا الشغل بأيدينا بقى يلا أسامة هتعمل ايه دلوقتي اشرح بقى لكم يا معلمين طريقة عمل السندوتشات الحلوة بتاعة قسقس هنعمل لك واحد كوكتيل جبنا بيضة برومي بلانشون واحد كوكتيل جبنا بيضة برومي بلانشون ماشي اه لو عايز واحد مكسي فيه مكسي عندنا حلو اه اشتا ومربة وحلاوة وعسل والله ما يخصرش ولا يا رجال اه كله كله ده كنافق اقول ما اقول كله 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 ولا يا عم عمر اممكن يهطننا الاكل كله في صندوتش واحد اشتري يا رب مش بيقولك يعجوج ومأجوج في جبنا عديمة حلو هتعجبكم ان شاء الله انا عايز اقول للمعلمين انتم ممكن تشوفوا اللقاء ده كمان فيديو دخلوا على صفحة الراديو 90 على الفيس بوك حالا هتلاقوا هذا اللقاء اللي بيسمعنا في الراديو 90 او عايز تشوف الفيديو بقى دخل حالا على الفيس بوك على الراديو 90 وشوف اصقص واحنا بناستمتع بوجودنا معاه وهنخلص له على الاكل نورتون ان شاء الله نورتونه وشرفتونه كمان يلا يا برينس هنعمل لك واحد ايه السرعة دي ايه السرعة دي لا وسامي ما شاء الله بياخد لحظة من جبنة على ظهر المعلقة مش بوش صح ولا مش صح بظهر المعلقة شوفها لا لا بالعكس انت متهيق لك احنا المعلقة بصة هي المعلقة ملهاش وش من قافة اصلا هي المعلقة مصرطحة اصلا في امتك يا اروبة انت متهيق لك كده لازم استندوقش ياخد حقه عندنا ماشي انت راح فيه ده لانشون ايه ده لانشون حلواني لا مش النوت اتفهمتني غلط لحمة ولا فراخ لا لحمة لا فراخ لا ما نفتحش الفراخ انا غالي شوية ماشي يا عبد ما احنا عندنا الناس هنالكتر خيرها برضو جبنا على لانشون على على جبنا شدر دي ولا كانت عومي دي دي جبنا رومي رومي اه وخيار مش مخصول وديله لا يا ام حال مخصول هذا مخصير مش مخصول طب ازاي يعني أت watched صوت خير مش مخصول ممكن تسمععهم صوت til الخير تاني ازاي suitcase ات في هنا تقطيعه تاني عم حشان يسمعسوها صوت Eu na 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 naao na na وانا انا is the Tod of Terrip اذا متشاهد اه بش pin الاكل الاكل نافس برضو نافس لانشت ومس小 winter احطaders 夫 دانابالم ده ماشي. اه عمر جير وريق ايه? جير وريق جير وريق. الله وبتلف كمان في ورقة. لا ده بتاعي لو سمحت مش بتاع حد تامي. فيش تونة? فيش تونة? طب. عندك تونة? ما تعملوش تونة. نعملو تونة عايزة حارة. ايه او بيتطم ان انت بتبيع تونة بس. لا في تونة في حار وفي صد. انا عايز الصواني دي. انا عايز الصواني كلها كده. ما كان هنا وبالهان والشكل. يا جماعة وكله يجي عند اوسائل سنة مناخد قطمة الاولى. اه. ما يزاك تقول بصراحة. بصراحة? بصراحة. بش بصراحة. خلي بالك سبايسي. حوى جدا جدا. بالهمش. و احعرف احنا حاجة في ايه? الخيار اللي مش مخصوص. لا اقسم بالله رهيب. اي بورس بقى اي حاجة ميكروبي لأيه جوه هيدخل يافتك بيه. لا بش اهم حاجة اللي اضمير في الاكل بزاك. يا سوخة يا ايه ده حرقه و ايه. ايه ده شوية شطة حلوية. ايه ده حقق. يعني انت نفسك واحد. مفتوحة والله. ما انت قلت واحد. احنا ممكن نعمل لك رقات اربعة بعد شوية الشطة. ماشي. اه كميلي يا اسامة عشان المفاجئة اللي معايا. برضي باشا. يعني والله انت رجل طايل. اسامي الفايزين الجوداد فين? اه سامي كده. يلا نطلع اسامي الفايزين الجوداد. نقول الاجابة ايه لان اقول لها معلم? مدحف الاقصر ومدحف dieser ومدحف القصر ومدحف dieser? اه مم. ال 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 التلاتة الفايزين الجوداد بقى مين? عبد الرحمن علي. اه وشام مجدي. ورنى صار. مبروك عبد الرحمن علي. وحشام مجدي. ورنى صار. طيب اطلع لينا بسؤال جديد. يلا جهزوا لنفسك اللي السؤال على ما اخذنا. اريد اخمي. مالبساعل ايه لكو اذا اضعون اول ايه لفضني انا جعان ايه لفاقي ما اتغددتوا لا الغدا كان صعب ايه كان حلم ايه الغدا كان انا عرضوا معا ما هم راحوا كانوا ويسابوني ايه ومصحونيش مصحونيش والله نسيوني انت استاذ احمد سايبينك شان تاخد راحتك تضيجوا الفرقصل بنا يخدوا ما اخد راحتي ايه قلتوا من اجعان ويسابوني ومصحونيش لا بس انت كنت نزلت بادري شوي على القصر هنا انا اروح فين اصلا بعد بعيد عنك بعد الثورة ايه الناس تعبت انا يا بشا ربنا يوسع عليك ويفتح لك الرزق كلها لمن دولة بازن الله بدأ تشد السياحة بس برضه ان شاء الله حلو 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 بشروا ولا تنفروا يعني دايما كده ان شاء الله اللي جاي خير ان شاء الله عم حاجة الام انا مخدتش بالي من التلات سندوت شهات الخيار كان وزألي اخواته برضه لا ما انت ما تدينيش انا الخيار اللي مش بوصوله وتغسر لهم بتاعهم يا نموت موت اه سوق زل يا نموت احنا الفل زي ما بيقولوا تفاهم بقى يعني انت تقلب اللي انا مش شفة او لو في حاجة او دي الاستاذ عمر يلا او استاذ عبدالرحمن بس عشان هو اللي بيصوف يلا السؤال التاني ايه بقى اجد سؤال التالت دلوقتي عايزة نزل بتاتري لا زي ما انت سربحة مليون كده تا 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 والله يا خيي السؤال اه معك خمسين الف ريال مؤسسة مصر الخير اتاسست سنك هاي تسؤال سهله طبطلاللي الايجابة عشان انت مش عارفو مؤسسة مصر الخير متى تأسست مؤسسة مصر الخير سنة كام طب بدين اختيارات اهو الاجبه قدامك وحط ماشا مرة باصع بالاختيارات ما هو على خمسين الف يعني مش ازور لا لا، على الجنب اهو اهو كيلو سودان يلام سا حالة كيلو سدين الفين واثنين الفين وخمسة الفين وسبعة مؤسسة مصر خير متى تأسست؟ 2002 2005 2007 يلا الإجابات على 2005 بعد الفصل هنقوله اصحب صديق دخلوا يلا على صفحة راديو 9090 على الفيس بوك على البوست الأصلي مش الفيديوز البوست اللي فيه الصورة بتاعتي ده هتعملوا شير و لايك للبوست وتكتبوا الإجابة او دخلوا على تويتر الهاشتاج على تويتر هو الكلام معلمين في الأقصر لا انا هاخد منهم انطبعتهم عن الأكل انت بتبرق لهم ليه عشان يغيروا لا لا العظيم انا شكيت فيك تعمل تعملهم كده بعنيك انا بنقول لهم الأكل لا انا بشوف الأكل حلو و وحش اشانت بوشت شطك انا انا اتكلم انا شفايفي بشقك طلق 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 تديلوا ايه اديلوا ايه اكل يا طلق طلق يلا يا جماعة تاني الى اجابة على تويتر الهاشتاج كلام معلمين في الأسور فيسبوك الانستجرام الراديو 9090 متى تأسست مؤسسة مصر الخير يلا اجابات بسرعة وقولولي انت بعضكو هنأكل قسامة ايه امم انا مش عارف الشطة حلوه اوي مش شطة لا وكل سنده وتشاير لا لا يصنوش كله الحل الشطة الاكل حلو ايه بسح فل شطة عارف عمله شغل جائع تسلم ايه لك يا اسامة تسلم ايه لك يا اسامة اسامة انت بتحب تسمع ايه بقى ايه الاغاني اللي انت بتحب تسمعها يا اسوس تحب تسمع اغاني هلس عديم جديد من راحنا الج하له في حاجة الاسم بدون للقرم لا الا هو الصعيتي اا اس حيbeh تطبي قولي بتقول ايه ولكن مش لازمة تغني ايه اسامة بس تعال انسمعها كف ايه كف صعيدي الكف صعيدي اللي هو بقى قريبات لا لا دا اغاني الآن سنسمع الكف صعيدي يا جماعة يلا بين استعيدوا ظبط صوتك عمراني وهو الفنان برضو اسمه اسامة على فكرة اسمه اسامة انت والله يزوءك فنان وحسك الفني رائع يلا بقى تسيبك تكمل صهرتك او تولى هتقفل خلاص لا احنا خلاص كده ان شاء الله بنشطى ونص ساعة وكم خلاصة بنا يوسعها عليك وعايز من حاجة احنا هنحضنا الاكل و هنجري ربنا يا جميل ان شاء الله اسا لو شادر يتبع بكام بقول بصراحة سندوطش لا مش هتفع احنا ربنا يتفع عندنا سندوطشه بجنيه وعندنا سندوطشه بثلاثة جنيه بثلاثة جنيه والله العظيم وجميل يا جماعة كله يجي عنده اسامة يا جماعة عربنا يزوءك حبيبي ويفتحها عليك ويوسعها عليك ولتبقى دايما اخير ناجح وموفق ان شاء الله ان شاء الله عزين التوفيق وعزين الامن والامان لمصر وبنادعم السيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا وفقه ان شاء الله يكرمه بالمرحلة الجاية بس هم حاجة رأي للشباب ويهتم بالسيحة في القصر شناص لقصر معاش معتمد غير عالسيحة بس ربنا ان شاء الله يكتب كل اللي انت طلبته ده ان شاء الله ربنا يحققه عن قريبا ان شاء الله ان شاء الله حبيب شكرا خلينا نروح فاصل ونعود يا معلمين كلام معلمين من القصر على الراديو تسعين تسعين افهم فاصل ونعود عودنا من جديد رجعنا تاني في كلام معلمين على الراديو تسعين تسعين لسه معاكم احمد يونس من القصر بلدنا هستأذنك يا استاذ راني تقفل لنا البدل سمعت المزيكة عشان الناس هنا عايزين يسمعوا صوتهم احنا موجودين دلوقتي في قهوة حورس صح كده مع المعلمين بقى معلمين كلام معلمين انا سمانيا عشان بس هم هنا مشغلين في القهوة الصوت وعملين علبان في المكان خالد من معلمين لقصر خالد جاء لنا لما عارف ان احنا هنا جاء لنا بقى عرفني عليك خلود انا اسمي خالد محمد في 3 سنوى من لقصر 3 سنوى من لقصر انت عارف ان احنا جايين من المعلننا في البرنامج لا قبلها خاص انا كنت متابعة الصفحة وكده عشان اول ما نزلت بسطر بتاع الرحلة وكده فبتدت اتواصل مع الناس وعرف انتو جايين امتا وكل حاجة يعني برينس انت اوه خليك وصعب المذاكرة والامتحانات طبعا انت اهم بابا او ماما صحيين احد في البيت صحي عشان نلبسك في حيطه عادي يعني ده شغلي لا اهنا قلت له ان انا طالع وقلت يعني عارفين ان انا رايح درس وبعد كده هم انهموا بقى ارقب بيض انت علوم انت رايح درس دلوقتي درس ايه لساة واحدة وربع يا ابني يا ابني اقول كلام غير داب اقول كلام يتصدع يا ابني خالد انت انت علمي ولا ادبي ادبي خلاص ما بسيط طبعا عايز تدخل ايه اعلام ولا سيادس اقصاد ولا خبطوا بالمعلقة خبطوا بالمعلقة ايه عرفوا الناس انتو عادي في قهوة عايز صوت المعالق لو سمحتوا قولي يا خيل اعلام ان شاء الله عايز تتخصص قسم ايه في اعلام ان شاء الله ازعى ما بلاش هتنفسني يا خالد هتقطع علي لا برضو انا اعملوك لقصر اف ام بقى ان شاء الله ان شاء الله حبيب يا خالد حبيب ربنا وفعك امير ازاك امير امير بقى حكولي عملتوا ايه النهاردة او احكي جزء كده عشان كل واحد يقول حاجة انت ممكن تقول ايه احنا وهم كل واحد يقول كلمة انه النهاردة احنا سحينا بدري وجماني نفسنا بسرعة بسرعة عشان نلحق الناس اللي هنوزق عليهم الكاراتين والبوتاطين عشان الناس ما تملش مننا بصراحة يعني فالحمدلله رحنا لهم انت كداب لا والله العزيم والله انت كداب لان انت بقولش ان انت وفطرته ايه مع الفطار مش ممكن لا يا بابا لا انت تقول الاول احنا انزلنا وفطرنا وانزحيته متأخر واستنيته الاستاذ عمري بيع على ما يزحى وانزلته الفطار متأخر واني لم صحيح على فكرة الفطار كان ايه بقى سيبك خليه ما في الفطار الفطار كان ايه قول لي الفطار كان بصوا اولا الفطار كان امين بوفيه طبعا بقى لانشن وجبنا رومي وصراطات بقى اكل سلو وطحينة وغنوج الجاهل من مجاعة لا المصدقوا جمسونة الاكل سابوا كل حاجة كان فيه شارع مليان اكلية خلصتوا الشارع من اول واخره في الفندو صح والله احنا بصنا بصنا عا كل انواع الاكل انواع الجبه موجودة الوحوم موجودة الفندو قلنت ونزليه فيه عمر اسمه ايه اشتاق 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 يمبرجر سقف العمر عارف اسم الفندو اخيرا نرجع تاني تعالى يا عمي مش مهم ايه سامي بقى خلصنا الناس عرفتكوا بقى انتوا بايدوا نجوم قول لي بقى بعد الفطار عملتوا ايه بعد الفطار رحنا ركبنا ركبنا صوت الكبات مش وصل لي رحنا ركبنا عشان رحنا ركبنا وطلعنا شفنا اللي هو النزل تحت مصر الخير رحنا نزلنا طود امنا حضرتك طبعا ازعتوا بقى النهاردة كان ايه السيناريو بيحصل ازاي بقى يعني توزيع الكاراتين الغذائية كان بيتم ازاي السيناريو كنا كاراتين كارتونة وزعنا على كل شخص في كل اسرة كنا ولد بيوزع وبنت بتسلم اللي حاف خلصنا الخمسة تين جارتونة بعد كده رحنا وزعنا في البيوت بعدها خلصنا و مين الشخصية المميزة اللي انتوا قابلتوها النهاردة وتفكرين اسمها الحجة نعمات حكي لي عنها ست طيبة خالص وعلى نياتها قوي وتفضلت تدعيلنا كتير عملت وصلة مية عملولها مصر الخير عملت لها وصلة مية في بيتها وهي عملت كل ممكنة قدام البيت بتاعها وبقى الكل بيروح ياخد منها والكل بيدعيلها وهي فضلت تدعيلنا كتير قوي و كده خدت بالي انتوا لزقتولها يعني روحتوا كده لزقتوا فيها ليه بقى عشان دعوتها حلوة عاوزوا بلا حتى الدعوة بقى فيه طمعة قالت لك لا هزالة فيها عشان دعوتها طب ما انت يا يونس كنت بس لها في الكل كنت بشتغل كنت بقى دي مهامي الوظفية دي وظيفتي ده عملي عملي الميداني عشان كده بقى بس لها في الدعوة و رحت عادت جنبها وحفظتها اسمي فضلت تقول اسم كتير ده انا نسيتها عسامي ولادها فضلت تدعي لك كتر مننا على فكرة و احنا بصنلها في الدعوة يا رب انتوا بصنلي في الدعوة لا اله الا الله امي يا بيتمشبت طب تعالي لي انت بعيدة اما انا مش هقضي عيدي مش هتوصل عندك لا امي stand up obama و لي لي عملت ايه اقربية والله اقربية 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 انا بجد ما بستنانها معاكم النهاردة بجد لان احنا عملنا خير و ده و ده حاجة كويسة و قابلنا ناس كتير يعني و وصلنا لهم حاجات هم يستفدوا منها و هم حسوا بدوت و حسوا ان احنا يعني منهم و افدناهم و افدونا بجد بدعويهم لينا و حبهم و ابتسامتهم كده ايه رضا والقناعة اللي هم فيها ايه رأيكو بقى في تجميع المعلمين يعني انتو تعرفوا بعض قبل كده ولا تعرفتوا على بعض في الرحلة بتاعتنا بصراحة الرحلة دايما اللي حملات الحركة بتعملها هي بتجمع الناس وبتقربنا من بعضنا جدا احنا اول مرة انا اعرف بعضنا فلما شوفنا بعضنا في القطر حبنا بعضنا جدا جدا بصراحة و عادنا نلعب و كان عملنا الاحد من الناس في القطر اشتاكد مننا بصراحة يعني انتو اتعرفتوا على بعض في بداية محطة السعادة بتاعها اه من بداية قبل ما نركب القطر اصلا اتعرفنا على بعض واخدنا على بعض على طول اصلا خالد من معلمين لقصور بقى خالد انت تعرفت على الرجال خلاص يعني عملتوا صديقات اه طبعا هايذكروا لك سنوية عامة هما كلهم اكبر من السنوية العامة احنا انتفقدنا لي انا نزبط مع بعض يعني لو في حاجة كيف اه معنا نزبط مع بعض يعني لو عطقت حاجة من يوم هما هنساعدوني فيها و يا ابن انت امالك عريضة مين دول اللي يساعدوا اشعار فعلا هما بيحبوا الاكل بس يعني هو مين ما اسكت انت مشوفتنيش هناك كنت بعمل ايه طي اه اه قولي بقى مين بعد محاطة السعادة دي ما تسافروا وترجعوا ان شاء الله بقى هتفضلوا وتسألوا على بعض كده وتبقوا العلاقة الطيبة او لا ابو جرد من روح خلاصه مش عايز عارف حقه حاجتين لا طبعا احنا دلوقتي عاملين جروب لمعلمين الاسر ودلوقتي كلنا بنكلم بعضوا على طول بقى كوتشينا والليب واكيد برضو هنكمل بقى في بيت الامة بتاعنا هناك وهنكمل ايدو بس وهنكمل مع بعض ان شاء الله بقى خرجات وحملات سعادة جاية كتير ان شاء الله مع بعض تمام عايزين نفكر بالسؤال تانية كنافة نفكرهم بالسؤال كمان مرة نبه ننسية متى تأسست مؤسسة مصر الخير قول اختيارات اه وطبعا تنسيت الاختيارات فهتقول اختيارات فالبعاد هو اللي هيبقى الصح ده فاكيره الفين واثنين الفين وخمسة الفين وسبعة مات تأسست مؤسسة مصر الخير الفين واثنين ولا الفين وخمسة الفين وسبعة يلا الاجابة حالا يا معلمين على صفحة الراديو 90 سعين على الفيسبوك ادخل حالا على الفوست الرئيسي بتاع الحلقة اللي فيه صورة مش فيديو واعمل شير ولايك للفوست واكتب الاجابة او ادخل على تويتر الهاشتاج بتاعنا نهاردة ايريك جالة كلام معلمين في القصر كلام معلمين في القصر وانستجرام بتاعنا برضو راديو 90 سعين يلا بينا هنستمع راني هيسمعنا حاجة من الابداعات الفنية بتاعته الجميلة الجميلة مصهرينك معنا ولو في حد سمعنا من معلمين لقصر احنا موجودين فين بالزبط اهوة حورس في شارع السوق اللاسيحي احنا مستنينكم لسا عادين هنا لحد اتنين ونص مثلا اهوة حورس في شارع السوق السيحي فاصل وانواصل سمعنا يا عمراني عالي اتجاه عمراني رجعنا تاني في كلام معلمين على الراديو 90 سعين اف ام مع مؤسسة مصر الخير واحنا في اهوة حورس ومش عارف الحسن فاجأة الابنا رمضان مش عارف ليه احنا هنبتدي كده باليمين ناخد واحد واحد باسمع فتحي ازاك فتحي 29 عرفني بيك 34 محمد ابو الحجاج 35 اشرف البكي 22 الحسين ابو الواق نعم الحسين ابو الواق حسيني كم سنة 63 يا عمر 63 ايه هنه هنبتدي كده ما يفرش نبتدي من اوله لسه بنقولي احادي اسمع حضرتك حسين مهدي حسين مهدي 28 28 طيب قولوا لي انتوا بتتقابله هنا بقى كل قد ايه كل يوم كل يوم مع بعضها من الساعة كام با هي القاعدة بتحليه على القهوة الساعة كل يوم ساعة كام ساعة 9 حد الساعة واحدة ساعة 9 حد الساعة واحدة ساعة 9 حد الساعة واحدة بتهربوا من البيت ولا بتحملوا ايه لا 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 لازم نفكوا شوية وبتاعهم غير الجو الجماعة ما بيقولكش رايح فين وصيبنا فيه دموقراطية عندنا دموقراطية لأي حد لا فيه دموقراطية الباكة في السجوم والساسي مرتك يعني قررت انها تبقى دموقراطية وتسيبك تنزل زي ما انت عايق طبعا تعرف لو بتشوف وشك وانت بتقول طبعا لا 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 بكلمك بجد احلب بالله ولا فيه دموقراطية بجد والتنازل بتقولك انزل يا حبيبي مفيش اي مشاكل اكيد خالف وتدعيلي كمان بتقولك يا رب تتبسط على الام وتبجي على السلامة الراجل ده بيقول الكلام ده صح ولا يا رجالة ايه يا باشا حسن صح صح انت وشك اصفار كده ايه لا 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 بالعكس والله يا العظيم وشك اصفار انا هلبسك فرحية طبعا لا 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 دي لا تمام والله وانت اختار نفس الموضوع وانت نزل مرتك بتقولك انزل يا حبيبي والقلب ده عايلك انا اصلا بكون في شر وانا لسه جاي من اجازة حسنا 4 شهور في شهر اه انت فلت تمام 4 شهور وبعدينك بايجي هنة باخد كل يوم لسه جاي او seven day مصر يا سيدي بنوور الدنيا كلها انت من هنا اصلا اه من الاصلا لا استياد ا 개인سا متجوز ولا ثمانية وعشرية لسه اوه انت لسه متجوز ليك لاشت depiction بقرة تجوز وتعرف اللي بصه وشوا اههاهاها متجوز ولا لسه ا Assim تجوز طب ولنضع بماك Erst وانت نازل بتقول لك ايه بتقول لي روح في روح عن روح تفرق عارف في روح وفي روح لا روح بتروح القهوة كم مرة في الأسبوع لا دا احنا يوميا هنا يوميا هنا ايه الحلو في القعدة هنا مع الصحاب في عادة القهوة الصحاب القهوة بقى كده تضمنا نشوف الناس مثلا ما بتحبش تلعب مثلا مع الجماعة في البيت بقى ضمنا والكلام ده ولا لا ما ينفعش اللعبة في القهوة بس لا لا ما ما ينفعش في القهوة بس طب مين الخسران ومين الكسبان وانا لما صحيت على حبك تقازاج شوفتي الدنيا آمن عندك وانا لما صحيت على حبك وشوفتي الدنيا من عندك اتمنى 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 وانا 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 لما صحيت على حبك سقفة كبيرة لا سقفة سقفة كبيرة لا انت ايه الموهبة الحلوة دي يا رجل موهبت ايه يا رجل الفن ايه العظمة عالعظمة عالعظمة حيب تغني ايه كمال الست مكلسوم ولا بي اه فت المعاد ولا ايه لا المعاد عدى مدري بجا خلا بتغني طب ايه الاغنية التانية اللي بتحب بتغنيها سرت الحب يا الله عبدالله سرت الحب زمان مالجبس سرت الحب عشان شكرا بيتعصبه يلا غنيلنا حاجة تانية بص الجامهير عايز اغنية تانية اه لا ولا مين يا رجل بلا زهرة بلا افتاع يا رجل او الزهرة هو حد يبنا فجر غير الزهر هيلعب هيلعب يلا اغنية تانية عقم لها غني غني بس عشان هو الاغنية جاية في الطريق طب ايه غنى انا يعني والنبي لا صوتي طب اخترو له اغنية هو يغنيها بالله عافية ومرت الايام وضارت الايام ما بين لقا وخصام مش عارف اغلاء وقابلتو نسيت اني خاصمتو ونسيت الليل اللي صغرتو وسمحت عشان قلبي 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 وحلتو ما عرفش ازاي ازاي انا كلمتو ما اضارتش على بعد حبيبي ايه 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 اعظم على اعظم على اعظم لا ما اقص حاجة على اعظم اقص كده اسمكم تكملوا يلا اعظم على ياسين بقى زكا ياسين خليك معايا نسمع الاغنية اللي الجاية دي ياسين ونقض انا وانت هنتكلم شوية ماشي يلا بينا يلا بينا هليكم معنا فاصل ونواصل موسيقى هجعنا تاني كلام معالمين على الراديو تسعين تسعين كلام معالمين النهاردة حلقة من لقصر مباشرة على الهواء مباشرة من لقصر واهل لقصر الكرام واحنا في قهوة حورس في السوق السياحي او في منطقة السوق السياحي اتعرف بقى بالابطال اللي معانا اسمك عبدالله حمادق اتيك عبدالله كم سنة عندي 13 يعني في سنة كامل عام ابدادادا وامن عبدالله اللي ياثين ايه اولى تاني اولى تاني يوسف مصطفى سنة كامل اولعداد اسمك ايه باسم اللى مصطفى تلتة تاني انت تاني مين هنا شاطر ومين مش شاطر بصراحة الشاطر يقول انا شاطر انا شاطر انا شاطر برضو؟ يا بسمالة انت شاطر برضو يا بسمالة اين فانقول انا شاطر او بسمالة تقول انا ايه؟ انا شاطر انا شاطر انا شاطر ماشي مدرستك اسمها ايه؟ الاكباد الاكبادة العددين صلاح الدين يعني انتو الاتنين مع بعض في مدرسة واحدة عايزة احضر 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 أنا عرفت أنه بابا بيغني وأنت كمان بتغني حاجة حلوة خالص وأنت أجازة كمان يا معلم أه إن شاء الله وأنت كل كون أجازة بكرة أنا حس أنني بتنصب علي مش عرف اللي بتحقوا علي أجازة لا أجازة بسم الله أنت أجازة أنت كمان أه وهو في أي الأسر كلها أجازة بكرة إيه واخدين بكرة اليوم العلامي للأجازات كل المدارس كل المدارس ليه عنا عزاتك يعني عزاتك آي عشان لأ أنا عايزة أسمعها منك يا ثين عجازة ليه؟ عزة الانتخابات لأ الانتخابات خلصت يا برينس المراجعات 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 المواما أنت بتاخد دروس ولا متاخدش تاخد درس في إيه بقى؟ انجليزي وعربي وعربي وتين وحساب وعربي وحساب وتين طيب وحفظ إيه بقى في الانجليزي بقى حفظ الحروف؟ الحروف يعني بي سي حفظ نصا. طيب قول النصاري اللي حفظهم يلا. اي نحفظها تاني. يعني اي 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 اتش دي بالزم ده اي اتش دي ده تلفزيوني عم الحق. ايه بي سي دي اي اف جي اتش اي جي ايه اللي دخل بي في النص دلوقتي تي تي اه تي تي بايش اه تي اه اكس اه يو اكس وايزن بي بي دابليو اه 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 كده محدش قالها سليمة لحد دلوقتي يالله انجربك انت عم علم اي بي سي دي اي اف جي اتش اي اي اف جي ده مفيش حرف اسمه جي فيه جيم لكن في الانجليز اسمه جي ده على حد علمي انت الراجل تقرى فاكتر مني برضو يعني حتمل اول تقن اي بي سي دي اي اف جي اتش اي جي كي اله ام او بي كيو ار اس تي يو بي دابليو اكس وايزن ساقفة 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 كله يساقفه وساقفة اليسين عشان حافظ نص الحروف ساقفة اليسين اللي حافظ نص الحروف حافظة ايه تعالي تعاليلي تعاليلي ايه? حفظة الارقام او حفظة الحروف? التنين. اختر ايه حجم التنين واقولينا ايه? الارقام. يلا بينا. واحد انا تاتة اربع وخمسة ستة سبعة امين تسعة عشر. طيب يلا نبتدي من تمانين سرعة تمانين تسعي نتسعين مية سافة سافة يا جابي تحدي المية والله والله مين حافظ بقى مساء واون تو تري فور فايب سيك تdrumي ت Lynn انا اه بني كلا احداشر اتناشر تلت aux fluid اه تاة او 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 12 philosophy خداشر ما اقولك حداشر ماTo مشهت اسمع الكلام يا لهوي يام امه خداشر ابلاطاشر الحمسةاشر طلتاشر طلتاشر انت ياضر او لي عاما Berg yeah I said تسعين تسعين. تسعين تسعين. بس خلاص انت كده بربو عليك. انا بقى عايزين اغني اغنيات. قلتوا هتغنوا حاجة كلنا نغنيها مع بعض. قلتوا هتغني بلادي بلادي. والاستاذ ياسين عايز يعني احنا هنغني بلادي بلادي وياسين مختار حاجة تانية الواحدة. فهنبتدي بلادي بلادي وبعد كده او نبتدي بياسين. الله ياسين. ياسين يا جماعة غني سيدي منصور. مين اللي علمك سيدي منصور الاول. انا انا بسمع سيدي منصور يا بابا. بس نصر. يا عم نصر ومعها كل اللي يجي منك عسل. الله الله يا بابا سيدي منصور يا بابا. كل يوم منصورك يا بابا. انا بص من الاول يلا. الله الله يا بابا. سلام عليك يا بابا. سيدي منصور يا بابا. وينجي منصور يا بابا. اشهد. بالله. ما ازعج. سوا. طب يلا بلادي بلادي اللي انتوا كلنا حافظينها. يلا. واحد اتنين تلعت. بلادي بلادي بلادي. لك حبي وفوادي. مصر يا ام البلاد. وانت غايتي والمرار. وعلى كل العباد. كاملني لك مثل الايات. بلادي بلادي بلادي. لك حبي وافوادي. نحيا مصر. نحيا مصر. عاية ستعالي. نحيا مصر. نحيا مصر. لا مش عالي اوي كده. حفظيني حاجة تالية. لا احنا نروح نسمع عشان انا بداني بوضع. اخليكم معنا كل واحد يقول اسمه ابلاء من اقافل بسرع! عبدالله حمد! عبدالله حمد! انت نفس الاسم! لقية يا ابني مش هايب بعش الكلام ده يبني نفعش الكلام ده يبني هتمه الاول تأقني عبدالل حمد! يوسف مصطفى باسمي انه مصطفى باسمي انه مصطفى ايني عام اسمك اي عام? يوسف مصطفى عبدالله حمد! يوسف مصطفى عبدالحفادة باسمان مصطفى أفين عماك يوسف مصطفى يوسف عبدالحفادة عبدالحفادة يلا نطلع فاصل عبدالحفادة ايف اللي عمرقني فاصل باسمان مصطفى وكده احنا نعتبر في اخر فقرة عندنا في حلقة النهاردة من كلام معالمين من لقصر علادنا من اجمل واحل اماكن مصر ودي السنة التانية نيجي لقصر وكلام معالمين يكون على الهواء مباشرة اذا عدت الراديو تسعين سعين اف ام اذا عدتك رقم واحد مع مؤسسة مصر الخير واحنا مبودين في القصور الحاجات الحلوة بقى للسعادتني الحقيقة ان انا قابلت محمد محمد من المعالمين اللي قابلونا السنة اللي فاتت في كلام معالمين السنة اللي فاتت ولاقيتوا دلوقتي دخل لنا كده هجم علينا هجمة هذا العام محمد عرفني بنفسك تاني ام انا فان ليك من فان 13 ام بصراحة طبعا المدخل ليك كان الرعب بعد كده عرفت ان حضرتك برنامج بات اتابعه بس طبعا انا فان جدا من الرعب يعني فعشان محمد انت من اهل الاقصر نفسها ولا مين اه من اهل الاقصر نفسها السنة اللي فاتت احنا اتقابلنا لو تفتكر وشاركتها كمان في محطة سعادة صح واتقابلنا هنا في القهوة هنا باته بحس ان احنا بيجي على قهوة حورص دايما انا انا اصلا حاولت التواصل مع حد ان انا حاول اجي يعني اعفوا انتو فانا اصلا انا اصلا من اول ما بدا انا عمليين نقول احنا في اين احنا في اين احنا اصلا جيت هنا يعني فاهم بحس ان انا خمنت ان هي مثلنا للفاتت يعني فانا جيتكم برضو بعدين زي من انتو انا مبسوط ان انا شفتك وبكرا احنا عندنا محطة سعادة رايحين هنا في القصر رايحين المدارسة المجتمعية الخاصة بمؤسسة مصر الخير عايزين يشوفك نروح مع بعض بإذن الله وعليق جاية والناس من معلمين لقصر هيكونوا معانا كمان ان شاء الله بإذن الله جاية لابعض بإذن الله في الخير لابعض يا شكرا محمد حبيبي شكرا شكرا عم عمر قلنا بقى اسامي الاخر تقم فايزين احنا سألنا السؤال الاخير كان متى تأسست مؤسس مصر الخير والاجابة 2007 والفائزين ابراهيم نصار مارينا سامير شهيناز عبدالله ابراهيم نصار مارينا سامير شهيناز عبدالله صح كده هايزين بقى نقول اسامي كل اللي فازوا معانا النهاردة بهداية تذكارية من لقصر هنجبها لهم معانا وإحنا رجاي من الصفر كرانا صالح الشام مجدي عبدالرحمن علي ايا عادل عمر اسامة شرق محمد شهيناز عبدالله مارينا سامير ابراهيم نصار بروقك للمعلمين وكده خلصت حلقاتنا النهاردة حلقة كلام معلمين العالمية بصراحة من أجمل وأحلى حلقات كلام معلمين عشان انتم فيها ي charge Lauren would fare 2 أو 3ง من ب mac 복 ويكده نغني بسرعه قبل مانشه واحد اتنين واحد اتنين ساردي مردي انت حكيم ولا تمر franchise هوا واحد اتنين سار دي مردي ولا سارجي مردي سار�J imm losing ما legislation الانぎ bukan segla المرجييعني مرجي عارف المرج راجل من المرج طب والمردي بقى منين المردي يعني مردي انا مردي عنك انا صحصيا مردي انت مردي وانا مردي ابوها رادي وانا مردي طب يا جماعة تسمعوا لخير هنسيبكم مع المعلمين وهم بيقولوا كلام معلمين ونسيبكم تسمعهم شوية وبعد كده نروح بقى على التتر بتاعنا كان معاكم احمد يونس والمعلمين من لقصر وبقرة نكون فيه لايف كمان تابعونا بقى على الفيسبوك ولما نرجع فيه تقرير كبير كده ان شاء الله هنبيعه وكلام معلمين هيكمل جوالاته في كل جمهورية مصر العربية شكرا راني مطاوع صديقنا العزيز كان معانا في الاخراج النهاردة من راديو 90 سعين عايزين نسقف الراني بقى كده اتهقل يا راني كده خلاص انا كده يعني كده تديني رشوة يلا واحد اتنين تلات من غير ده وشكرا شوية كده يا راني وقفل عليهم عنا اشتراك واتكملك عال انت لما تكون معاك وراح في الكون هتوقفك والدنيا يا صاحب انت وانا امرها ما تكون يا انت انا لابلونك لابدنك انا بحبك للناس مع بعضنا مش متخرقين دايما في الخير متدمعين نوصل لبعيد لو حتى فيه بحب الناس دمنا بنستقوى ببعضينا مشاكلنا بتخلص بسهولة سكت غل اللي بيحبتكو ده حاجات فرغة ومش مقبولة والدنيا يا صاحب انت وانا امرها ما تكون يا انت انا لابلونك لابدنك لابدنك انا بحبك للناس مع بعضنا مش متخرقين نهما في الخير متجمعين نوصل لبعيد لو حتى فيه لحب الناس فعل خير السلام عليكم اشتركوا في القناة